عادت الاشتباكات إلى صبراطة على الساحل الشمالي الليبي قبل أكثر من عام نجحت القوات الموالية لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر في طرد قوات المجلس العسكري والقوات التي يقودها أحمد الدباشي من المدينة وعلى الأثر أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بحل قوات المجلس العسكري وكتيبة الدباشي وتسليم متعلقاتهما وأسلحتهما إلى غرفة محاربة داعش التي توالي حفتر لم تسلم قوات المجلس العسكري واكتيبة الدباشي سلاحها طبعا وحاولت مرارا استعادة السيطرة على المدينة التي كانت تدار منها عمليات تهريب البشر إلى أوروبا بوجه عام وإيطاليا بوجه خاص المعلومات حول الاشتباكات متضاربة ففي حين يشاع أن القوات المهاجمة سيطرت على جزء من جنوب المدينة تؤكد قوات غرفة محاربة داعش أن الوضع في المدينة تحت السيطرة رغم أن الاشتباكات أدت إلى وقوة عدد من الجرحى في صفوف القوات المدافعة الاشتباكات المتجددة في المدينة تسبق المؤتمر الذي سيعقد في بلير موسقلية برعاية إيطالية وهو مؤتمر تريد روما منه أن يكون وريثا لمؤتمر باريس وقد دعت إليه الأطراف الليبية التي دعيت إلى باريس فضلا عن مشاركة دولية وعربية ويشير المراقبون إلى أن هذا المؤتمر لن يخرج بقرارات تختلف يدريا عن مؤتمر باريس الذي عقد برعاية الأمم المتحدة إلا أن الرعاية هذه المرة ستكون إيطالية والأرجح أن هذه الاشتباكات التي تشهدها صبراطة ترتبط على نحو ما بالنقادي مؤتمر بلير موسقل فالمدينة شكلت مصدرا لتهريب اللاجئين إلى إيطاليا طوال السنوات السابقة واستقرارها بالغ الأهمية بالنسبة لإيطاليا بطبيعة الحال وما الاشتباكات الدائرة حاليا إلا محاولة دموية للإعلان بأن المجموعات المسلحة ما زالت قادرة على إعاقة أي حل في البلاد موسيقى موسيقى